السلام عليكم اليوم أثناء موضوع التقرير هو Instruction Set of AT86 بإشراف الأستاذ أحمد سكتار الحسيني تقديم الطالبة زينب مهند نأخذ مقدمة على Instruction Set يتم تصنيف التعليمات على أساس الوظائف التي تؤديها ويتم تصنيفها إلى أنواع رئيسية لدينا سبعة أنواع رئيسية هي Data, Arithmetic, Logical, String, Control, Processor والUteration نحن نأخذ أول أثنين هي Data والArithmetic الData جميع التعليمات التي تتحرك حركة البيانات تقعض من هذه الفئة وقد تكون البيانات المصدر عبارة عن تسجيل أو موقع ذاكرة أو منفذ لآخرين وقد تكون الوجهة أما تسجيلا أو موقع ذاكرة أو منفذ وتأتي التعليمات التعليمات تحت هذه الفئة نأخذ أول فئة هي فئة Remove نأتي الموف تنقل البيانات من تسجيل إلى تسجيل من تسجيل إلى موموري ومن ذاكرة إلى تسجيل وإلى آخر عدنا هنا هي Register Move نقل السجل من Direct إلى عنوان ونقل عنوان مباشر إلى سجل مثلا عدنا قيمة مثلا عدنا قيمة البي اكس هي قيمة عدنا نقل أربعة رحوان ينقل هي ينقل هي بدال من بدال قيمة الـ A X نأخذنا أيضا الموف انداريكت ادريس واجزاء ننقل الانوان وتسجيل مثلا عدنا البي اكس هنا نتقول خمسة رحوان ينقل هي بدال من بدال الـ A X بدال من بدال الـ A X ايضا نانا عدنا الموموري قيمة الـ A X رحوان ينقل هي نانا بدال قيمة الـ 1 0 0 0 ادنا الموضوع الثاني هو الـ Arithmetic التعليمات الحسابية تؤدي هذه التعليمات تؤدي هذه التعليمات مجموعة عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة والزيادة والنقطان والمقارنة والتعديل العشر وغيرها احنا رح ناخذ فقط الجمع والطرح والضرب نجي اول عملية هي الجمع اول عملية هي الجمع شنو هي الجمع هنا عدنا مثلا الـ DL والـ BL لا لش نسوي نجمع محتوى الـ BL و هي الـ AL عدنا مثلا الـ BL نقول 4 والـ AL هم 4 و راح نجمع هنزاني اثنين هن راح يطلع ثماني الثماني و راح تنخذن راح تنخذن قيمتها الـ AL هنا عدنا مثال ثاني هو قيمة الـ 100 وهي الـ AX و راح نجمع هن و راح تنخذن هنا للقيمة نجي عزة عملية الطرح عملية الطرح ايضا كعملية القسمة مثال هنا عدنا عملية الـ AX و راح نطرحن نقول مثلا 6 و الـ A و الـ BX نقول 4 و راح نطرحن راح تنخذن القيمة تنخذن القيمة بالـ A X عملية الضرب تكون بين بالثات هو 8 إلى 16 8 إلى 16 و يتم ضرب موقع الذاكرة للسجل و التخزين النتيجة هنا عدنا مثال عدنا الـ A X راح نضربها و هي الـ B X نفرض الـ A X عدنا 8 و الـ B X أدنى نقول 4 و راح نضربهم طبعا نضربهم بالـ Binary نحاولهم على عداد بشرية حتى نطلع الناتج بعدين من نطلع الناتج راح نخذن بقيمة A X و هاكل ثانا هنا نضرب محتوى الـ B X هي محتوى الـ A X راح يطلع اني نحفظ بال D X و X طبعا اخر شي عدنا ثلاثة اسئلة همور كوت هي انه نتمع اعداد اثنين نتمع عدديا عدديا اي عدد و نحفظ بالـ A و هنانا همين عدنا نطرح الـ A X من الـ B X و ننقل القيمة مالتهم بالـ D X و اخر شي عدنا نضرب ثلاث ثلاثة 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 ارقام و نحفظ نحفظ بقيمة الـ CH و هنانا خلصت بحضراتنا السلام عليكم